نقطة دي مع الضغوطات النفسية إن أنا لو عندي حاجة معينة في شخصيتي مش حلوة بتبقى حاجتين لو عندي حاجتين بتبقى تلك لأن السترس والاكتئاب بيزود الضغط وبقى عصبي مشاكل كتيرة جدا أنا بس عايزة أتكلم في نقطة إن كذا برنامج استضافوا فيه فنانين ولعيبي كورة يعني لما بيجوا يسألوه وفعلا شخصيات معروفة وإحنا شفنا البرامج دي إذا كان فنانة أو إذا كان لعب كورة لما بيجي يقول أنا بتابع مع دكتور كذا وكذا وكذا من البطنة والتجميل وكذا لازم يذكر الدكتور النفسي ده طبعا موجود ده حاجة ثابتة فيه فنانين وفيه نجوم كتير كورة ورياضة وفنانين بيكلمون يعني في مشاكلهم لازم ده دكتور نفسي سيبت في حياته كاستشارات نفسية بيعرف هو هل هو واقف على أرض صلبة هل هو صح هل إن القرار اللي هاخده في حياته ده إيه أضراره اللي جاية لأن فيه حاجة نعايز أقولك عليها دايما الإنسان بيبص لتحت رجله الدكتور المختص في الصحة النفسية بيبص لقدام شوية فبيحسب له الحزبة إن أنت لو مشيت في الطريق ده إيه الأضرار الإيجابية وإيه الأضرار السلبية اللي هتعود عليك فأنت بتبقى بالنسباله زي منصح زي مرشد بتوقفه على الطريق الصح وده شيء جميل جدا وشيء متحضر وبنحاول بقدر الإمكان الهدف من اللي إحنا بنعمله إن إحنا نوصل الناس للاستقرار النفسي والتوازن الإنفعالي والسبات النفسي أنا عايزين لناس تبقى مبسوطة يا ماري